السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة انا مرحبا بك للا عيشا مقدرتها سيدي لاباس غيتا مش عيشا للا غيتا ايامرحبا بك للا مقدار شوية مع صحيحة اعزك الله الحمد لله للا غيتا شو اسيدي قم طلبك الله ازاي كبارة مريض شوية براسو قي عهدي شهر هو طعي مريض كدعي لي معيه في الشيفة امي مسكينة تايامريدة مريضة كدعي لي معيها في الشيفة يارب يارب واحد اختي مسكينة متولها الكلاوي هدي شي طلت شهور تباين طلبي اتطلب لهم العفا اتطلب لي في السيدنا محمد وطلب لي بزات مع والدي يلا يشدك صحيح تقولي ذاتك اللهم أمين الله غيثا وابطرها طايحنا في الفراش الله يزدك لما دعينها رأكا يطغب الرسع هنا بسكانه رسع هنا بكل شيء وما شابش الله لما بغيتك تدعيني معه بالرحمة وربي شيء فيه يا ربي يا ربي ودعيني تالا معه صحيحتي تالا راني شوية عيانة لا اله إلى الله حفظك الله للا غيثا حفظك الله تحية كبيرة لكل ساكنته إقليم فاس لا إله إلا الله الكلام للغيطة يستشف منه أن من أولى الأولويات على المواطن المغربي في ظل الحياة الواقعية هي مشكل الصحة مشكل الصحة هو أولى الأولويات في البرامج الحكومية البرامج الحزبية أي إصلاح مرتقب ينبغي أن ينصب أولا وقبل كل شيء على قطع الصحة فالناس مهلوكين الناس مراد الناس بغي ندوى لكن قلت اليد قلت اليد وغلاء الأدوية والمستشفيات العمومية رغم كل الإصلاحات والجهود المشكورة اللي قاموا بها الناس في وزارة الصحة كتلق دائما دون الاستجابة للمطالب للساكن العريضة فنسأل الله تعالى أن يلهم المسؤولين المزيد من النجاح والفلاح في مجال قطع الصحي تدبيرا وتسيرا لكن في انتظار ذلك ماذا نملك نحن الضعفاء ماذا نملك نحن الفقراء نملك الشيء الكثير عدنا الله تعالى والله تعالى اسمه الشافي والله تعالى اسمه الكافي والله تعالى هو القادر على كل شيء فالسدى المستمعين سمعتوا أختنا للغتاء وضروف الصحية والوالدة ديالها والوالدة جعلها إذا مراد دلوا معنا واحد الفاتحة رأى الفاتحة عظيمة ما تسمى الفاتحة لأن بها يفتح الله الأبواب المغلقة والفاتحة والدعوة إذا قيلت والناس أمنوا قالوا آمين معناها استجب يا مولانا فإنها تصعد 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 وتفتح لها أبواب السماوات حتى تصل إلى عرش الرحمن ديالك الفاتحة ديالك الدعوة الصادقة كتصعد تصعد 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 إلى عرش الرحمن وتسجد لله تعالى كما تسجد ثم ربنا عز وجل يباهي بها الملائكة يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي مستضعفين وفقراء إنهم لم ينسوني إنهم طرقوا بابي وجاءوا يرجوني فكي قل الله تعالى لا أستجيبن لهم ولو بعد حين فتأتي الإجابة سريع بإذن الله وكم رأيناها والله الحمد والمنه كم من أناس الحمد لله دازوك في الإدعاء كيتوسط فيما بعد كي يقول لك لقد شوفوا وعوفوا والله سرطانات خبيتة اختفت اختفت نهائيا وفقر صار حول بدله سعة وغنى وكل خير الحمد لله كدر غير النية وكدر الصدق وكدر الإخلاص ورب عز وجل يريك من عجائب قدرته فدروا معنا وحلفات حلال الغيثة اللهم يا ربي يا كريم يا أرحم الراحمين أغيثها وأغيث أباها وأمها اللهم شافهم وعافهم وأغيث أختها وأغيث جميع أفراد عائلتها اللهم يا ربي شافهم من الأمراض والأسقام والعلل أنت طبيبهم وأنت معالجهم وأنت على كل شيء قدير اللهم طبهم في المنام طبهم وهم نائمون واجعلهم يستيقظون صباحا وكأن شيئا لم يقع نسألك اللهم رب الناس أن تذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألم قلوا معنا جميعا أمين 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 يا ربي كريم ونسأل الله تعالى لإخوة للغيطة الهداية والصلاح والفلاح رأى الناس ملكي كتراني من الهم والغم يتوجهون إلى السجائر أو إلى أي مكون آخر إما أي تدخين أي عشبة باش ينسبه الهموم رأى الكثير منك تلقوا معهم إما السكارة وإما كيستعملوا مواد مخدرة كتلقى في الأصل وضحية وضع معيش كئيم جدا في الأصل كتلقى بأنه الناس في أصله صالح لكن الظروف المعيشية والضغط اليومي والمشاكل المتركمة ما كرقى لحل كي يبدي يضرب أخمس في أسنس وكي يبدي يفكر أنه يدخن أو أنه يشرب أو أي شيء من هذا القبيل ومش ينسي طبعا ما كينسي غير لحظات ولكن المشكلة كيبقى هكذا عالق ويقع في الحرام ويقع في المنهية عنه ويضعف صحته ويضعف ميزانيته المادية ومصرف أولاده وكي يبقى في تيه الحل هو أن العبد المؤمن أول شيء يعبر عن رضاه لله رضاه لله يا ربيش لقسمتي يا ربي ربي وضعك في واحد المقام وضعك في واحد المقام في خير أو في شر انتوه كل واحد يوم لك ويوم عليك لا كل شيء بحال بحال عندكم تسحبوا أي أستاذ الكرام بيننا في عند مغرب نافع وفيها مغرب غير نافع هذا تقسم قالوا قديما المستعمرين بمنظور استعماري لا كل واحد يوم لك ويوم عليك بحال الفقير بحال الغني كل واحد عنه جهة ضرة ربي لما يوضعك في مقام معين عليك أول حاجة أن تصبر وتحتسب ثم بعد ذلك أن تسعى للتغيير والإصلاح بالشكل اللي اللي هو يمباح ملتم سطرق حرم فإن وصلت إلى نتيجة فبها ونعمة فإن لم أصل فمدى علي أن أفعل أن أصبر لأن الصبر مفتاح الفرج وربي عز وجل وعد بأن كل من صبر واحتسب أن الله يعطيه بلا حساب فأسأل الله الكريم أن يفرج عن المهمومين وينفس الكرب عن المكروبين ويشافي مرضانا ومرضى المسلمين آمين آمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة